اشتركوا في القناة والتهاب الفقار اللاصق هو المرض الأكثر شيوعاً من بين مجموعة أمراض تسمى التهابات المفاصل الفقرية سلبية المسل. وسميت سلبية المسل لعدم وجود عامل الروماتويد في دم المريض. نرمز لعامل الروماتويد بـ RF. ولكن الأعراض التي قد تظهر على المريض قد تشبه أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، فهي تصيب الجسم بأكمله، وتحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي. من أهم مميزات التهاب الفقار اللاصق هو وجود المستضد HLA-B27، وهو جزء من الجهاز المناعي، وهو من المستضدات الموجودة على أسطح الخلايا، التي يمكن لخلايتي القاتلة التعرف عليها ومهاجمتها. وهذا ما يجعله مرض مناع ذاتية. يرتبط المستضد HLA-B27 بجميع التهابات المفاصل الفقرية سلبية المصل، ولكن دوره في التهاب الفقار اللاصق هو الأهم. يصاب الذكور عادة بهذا المرض، وهم ما بين الخامسة عشرة وحتى الخامسة والأربعين من العمر. يمكنكم معرفة الأعراض المميزة لهذا المرض اعتماداً على اسمه. أول هذه الأعراض هو التصاق أو تصلب العمود الفقري، حيث يصيب المرض غالباً الجزئين الأوسط والأسفل من العمود الفقري. تظهر الرسمة التوضيحية التي تشاهدونها أمامكم، الإنحناءات الطبيعية للعمود الفقري. وعلى افتراض أنها تمثل العمود الفقري لشخص ما، فسيكون وجهه باتجاه اليمين. تسهل هذه الإنحناءات حركة الجسم، وتمكن الإنسان من أن يثني ظهرها إلى الأمام أو للخلف. ولكن إن أصيب أحد بالتهاب الفقار اللاصق، فلن يتمكن من الحركة بهذه الحرية. وذلك بسبب التصاق وتصلب الفقار. ونسبة إلى هذا الأمر، أطلق الناس على أحد أعراض المرض، اسم العمود الفقري الخيزراني. وذلك لأن العمود الفقري يفقد مرونته ويصبح كعص الخيزران. ولأن التهاب الفقار اللاصق هو أحد أمراض المناعة الذاتية، فهذا يعني أن أعراض المرض قد تصيب الجسم بأكمله. فقد تظهر على المريض أعراض أخرى، مثل ارتفاع الحرارة والإرهاق والتعب، وقد يتعرض لمشاكل لا علاقة لها بالمفاصل. يصيب المرض أيضاً المفصل العجزي الحرقفي، وهو المفصل الذي يربط بين العمود الفقري وعظم الحوض. ولهذا يمكن للالتهاب والألم أن يمتد من العمود الفقري مرّاً بالمفصل العجزي الحرقفي حتى يصل إلى الساقين. وعليه فهذه المنطقة هنا هي مكان انتشار آلام المفاصل. من المعروف أيضاً أن المرض يؤثر على منطقتين أخرين من الجسم، وهما العينين والشريان الأورطي، حيث تصاب العينين بالتهاب العنبية، ومن أعراضه إحمرار العين والألم فيهما، والخوف من مشاهدة الضوء، بالإضافة إلى رؤية خيالات غير موجودة. العرض الآخر هو التهاب الشريان الأورطي، ولفهم تأثير ذلك على الجسم، عليكم أولاً فهم عملي هذا الشريان. ينقسم القلب إلى أربع حجرات، وهي الأذين الأيمن، والبطين الأيمن، والأذين الأيسر، والبطين الأيسر. والشريان الأبهر هو الشريان القادم من البطين الأيسر، والذي يستقبل الدم المؤكسج من القلب، ويعمل على نقله إلى باقي الجسم، حيث يلتقي مع القلب في نقطة تسمى سمام القلب الأورطي. يؤدي التهاب جدران الشريان الأورطي إلى حدوث مشكلة كبيرة، وهي ما يعرف بأم الدم الأورطية، حيث يتمدد الشريان الأورطي ويرتخي في نقطة ما، مما يجعله ينتفخ، فيصبح رقيقاً وضعيفاً. قد يحدث هذا في أي من الأوعية الدموية في الجسم، ولكن عندما يصيب أم الدم، الشريان الأورطي في نقطة التقائه مع القلب، يشكل ذلك مشكلة كبيرة. هذا لأن صمام القلب الأورطي يمنع الدم من الرجوع إلى القلب. ولكن عند الإصابة بأم الدم في هذه النقطة، يؤدي ذلك إلى اكتساع الجدار، وعدم انغلاق الصمام تماماً. وهذا يؤدي إلى رجوع جزء من الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى نقص في كمية الدم الواصلة للجسم، وزيادة العبء على القلب، فعلى القلب الآن ضخ كمية أكبر من الدم. هذا لأن جزءاً مما يضخه القلب يعود إليه من جديد. وهذا يؤدي إلى حالة خطيرة، وهي قصور الصمام الأورطي، أي عدم فعالية الصمام في منع الدم من الرجوع إلى القلب. للأسف، فإن تشخيص التهاب الفقار اللاصق صعب جداً، فرغم أن المرض يؤثر على بعض أجزاء الجسم أكثر من غيرها، إلا أن الأعراض قد تصيب أي جزء في الجسم. وقد يصعب تمييز المرض عن الفصال العظمي لسنوات. هناك عدد من الفحوصات المستخدمة في تشخيص التهاب الفقار اللاصق، أولها الأشعة السينية، حيث يبدو العمود الفقري الخيزراني بوضوح باستخدام الأشعة السينية، ويمكن لتحليل الدم أن يظهر شدة الالتهاب من خلال قياس سرعة ترسب الدم ومعدل البروتين المتفاعل C. هذه الفحوصات ليست خاصة بالتهاب الفقار اللاصق وحده، بل يمكن استخدامها مع أمراض المناعة الذاتية الأخرى، ولكن من خلالها يمكن معرفة أن المرض ليس مجرد تآكل في الغضاريف بسبب تقدم العمر. كما أن هناك نمط جيني لالتهاب الفقار اللاصق، وعليه فيمكن البحث عن التركيب الجيني للمستطد HLA-B27. وأخيراً، هناك فحص يستخدم لمعرفة مدى تطور المرض، يسمى دليل BATH لنشاط التهاب الفقار اللاصق، حيث BATH هو اسم مدينة في إنجلترا، والتي كانت المكان الذي اكتشف فيه هذا الدليل، والذي يرمز له بBSADAI. يساهم هذا الدليل بتقييم مدى استجابة المريض للعلاج، ووضع المريض خلال مدة معينة من الوقت، من نسبة لعلاج المرض، فهو مشابه لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى، فجميعها يعتمد على تخفيف الالتهاب، ومن أجل ذلك، يستخدم عدد من الأدوية التي تصنف ضمن مجموعة واحدة، رغم أنها تختلف في آلية عملها، وهي الأدوية المضادة للروماتويد والمعدلة لسير المرض، ويمكن اختصارها بـ DMARD، وسميت مضادة للروماتويد لأنها طورت لأجل علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وفائدة هذه الأدوية أنها تبطئ تطور المرض، بدلاً من تخفيف الأعراض التي قد يعاني منها المريض فحسب، كما يحتوي الجسم على عامل يسمى عامل نخر الورم، والذي يرمز له بـ TNF، وهو من العوامل التي تسبب الالتهابات، ووظيفته هي برمجة الخلية على قتل نفسها، وله فائدة في حماية الجسم من الخلايا السرطانية، ولكنه عند الإصابة بمرض التهاب الفقار اللاصق، يعمل على زيادة الالتهاب، ولذلك تستخدم مضادات عامل نخر الورم لتخفيف الالتهاب في الجسم، ويمكن أيضاً استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، N-SAIDS، والتي يمكن شراؤها دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين، فهي تعمل على تخفيف ألم العمود الفقري، وتخفيف الالتهاب أيضاً، ولكن عند زيادة الألم، يمكن استخدام المسكنات المخصصة لتخفيف الألم، باختصار، تخفيف الالتهاب هو الهدف الأساسي في علاج التهاب الفقار اللاصق، وهكذا نكون، وصلنا إلى نهاية الدرس.